السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 21 الثاني نوفمبر اليوم القمر موجود في برج الجوزاء ورح ينتقل لبرج السرطان في تمام ساعة 9 و29 دقيقة مساء طبعا رح يظل القمر موجود في برج السرطان لغاية صباح يوم 4-11 الساعة 27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 39 دقيقة من مساء اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج طبعا القمر موجود في برج الجوزاء لغاية ساعات المساء فعشان هيك منظل في عنا نوع من النشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقل علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل إيجابية بين عطارد وبين أورانوس هذه الزاوية رح تبدأ تأثيراتها ابتداء من اليوم ورح تستمر لغاية يوم سبعة أحداش يعني من يوم واحد أحداش ليوم سبعة أحداش أسبوع ذروتها يوم أربعة أحداش الساعة أربعة وست دقائق عصرا إذا ننشط فمن باشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كما أنها بتعزز من قدراتنا العقلية بتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا ويبتمنحنا ذكاء وخيالي ومبتكر وقدرة على إقناع الآخرين لكن ممكن شوي هيك الضر بتركيزنا شوي بتزيد من ميلنا للأمور اللي تتعلق بالفن أو بالسينما بالتلفزة بالأمور اللي إلها علاقة بالكهرباء بتقوي من حدثنا وبرضو بتساعدنا في حل الأمور المعقدة برضو ممكن أنه بالفترة هاي يتوجه لنا دعوات أو عروض بتتعلق بسفر أو برحلات أو بأشياء من هذا القبيل بالدل برضو على توجه الصحافي ووسائل الإعلام للإشياد بما ينعم به البلد من حريات فردية وتقدم التكنولوجي في ميدان الاتصالات والمواصلات وخصوصا الأمور اللي تتعلق بالأمور الجوية والصناعات الدقيقة وبتشهد هاي الفترة زيادة بالمبادلات التجارية والرحلات الجوية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي زاوية ذروتها الساعة سبعة وخمس وعشرين دقيقة صباحا طبعا أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا يعني للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتخلي في عنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية فلازم بالفترة هاي نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين بدون أن شعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 12 و36 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسببنا نوع من أنواع الاكتئاب بتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاها في تعاملاتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 12 و36 دقيقة ظهرا ورح يستمر لغاية الساعة 9 و29 دقيقة مساء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر في برج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيح عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 9 و29 دقيقة مساء القمر بنتقل وبصير في برج السرطان عشان هيك من ساعات المساء المتأخرة منصير نشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط من حاول خلق جو من الأمان إنا ولا أحبانا ولا أطفالنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى بيصير في عنا هيك بعض الذكريات اللي ممكن هيك تيجي في بالنا تجعل البعض منا يذرف الدموع أثناء تذكر الماضي أو حدث أو علاقة إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام برضو للأمور اللي بتتعلق بالأكل والشرب ومراقبتهم في هاي الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها ويمكن في هاي الفترة شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها والهي الأخيرة زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية راح تكون ذروتها ساعة عشرة وستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر ومن ميل للجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا من الآن ولغاية ساعات المساء الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل أما من ساعات المساء فبصير عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي والمبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب والصفاق وبرضو الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هذولا بصيروا أكثر حساسية طبعا هاي الأعضاء لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل لها عمليات جراحية طبعا بوقتها يعني الكتفين والذراعين لغاية ساعات المساء والمعدة وما يتعلق بالبطن في ساعات المساء يعني هذولاك في ساعات الصباح عفوا وهذولا في ساعات المساء ما بنصح للعمليات الجراحية لهاي الأعضاء خلال هذا اليوم ولكن باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة ولكن مش بفترة خلو المسار اليوم مناسب لها عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش بفترة خلو المسار أيضا هذا اليوم لا يصلح لازلة الشعر الزائد بالليزر بالنسبة لهذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح لقص الشعر العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود رح يكون في برج السرطان معناة خلو المسار القادم بيكون الساعة 23.27 دقيقة صباحا من صباح يوم السبت 4.11 وبيستمر حتى تمام الساعة 27.20 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 18 يوم في تمام الساعة 5.29 دقيقة بعد العصر بصير 19 يوم نسبة الإضاءة 81% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22.11 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعة الفجر بتصير منتحسة بنسبة 10% القمر في الجوزاء وفي ساعات المساء رح ينتقل لبرج السرطان ورح يضل في برج السرطان ليوم 4.11 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في العقرب حتى يوم 10.11 منتحس الآن بنسبة 75% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذرة حتى يوم 8.11 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 24.11 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31.12 منتحس بنسبة 15% زهل في الحوتي بيتراجع حتى يوم 4.11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27.1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوتي بيتراجع حتى يوم 6.12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بظل في نشاط على مستوى التنقلات والاتصالات والسفريات والحوارات والنقاشات والامتحانات وظل اليوم هذا مميز على مستوى تعزيز العلاقة مع الأحبة وأيضا التواصل ما بيننا وبين الأخوة والجيران اللي بيشتغلوا بمجال التسويق أو السيارات أو الاتصالات اليوم بيستفيدوا بشكل كبير أما من ساعة الظهر تقريبا هنا بتكون تنتبهوا أثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة وأثناء حركتكم وتنتبهوا من عصبيتكم وردات فعلكم أما من ساعة المساء فهونا بصير التركيز على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة وبتركزوا حول مصالحكم العائلية أهم إشي أنه ما تتهربوا من المسؤوليات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ممكن شوي تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم أو حتى هدية أو تحلوا قضية مالية ولكن من ساعات الظهر وما بعد بتكون تتجنبوا النفقات وانتبهوا من النصابين والمحتالين أو خسارة الأموال أما في ساعات المساء فهونا بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتقدر تعبر عن رأيك وطاقتك العاطفية بتصير في أوجها والحضوض بتبلش تدعمك من جديد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنت اليوم برضو عندك قدرة عالية جدا على إنجاز أي عمل وعلى مواجهة مشاغلكم وعندك قدرة جيدة للتواصل مع محيطكم حتى على المستوى الاجتماعي الطاقة العاطفية ممتازة جدا لغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد لا تخلوا الوسواس وتقلب المزاج يسيطر عليكم وإحذروا من انفعالاتكم أما من ساعات المساء فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم والفرصة بيصير فيها بعض الأمور الطارئة أو العاجلة اللي بتتعلق بالمال يا مكاسب يا مصاريف ودفعات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التعب رح يظل مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك بتكونوا تديروا بالكوا ما تتخذوا قرارات حاسمة ما تعصبوا ما تدخلوا في أي مواجهات مع أي شخص وحاول قدر الإمكان أنه تبعد عن الأشخاص اللي بيوعدوك بأشياء وما رح يوفوا فيها يعني ما تتأمل كثير وحاول أنك تكون حذر أنك تتأمل فيهم خير أما من ساعات المساء فهون القمر بيوصل لها عندكم بتبلشوا يعني فيه نشاط وحيوية وبتبلش الأجواء تستقر بشكل جيد وبتشعر أنه بدأت الأخبار تتوالى بالنسبة لأيلك الجيدة أو ترتيب للأيام القادمة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيظل النشاط على المستوى الاجتماعي موجود خلال هذا اليوم وعلاقاتك الاجتماعية وعلاقاتك مع أصدقائك وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض المعارف أو يجي خبر مثلا كنت بتنتظره وبإمكانك استغلال معارفك لحل بعض المسائل أما في ساعات الظهر وما بعد ممكن يصير سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأشخاص حاول أنك تضبط أعصابك في ساعات المساء القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخل فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم حاول قدر الإمكان أنك ما تنفعل وأضبط أعصابك قدر الإمكان برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بظل الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقتهم مع المسؤولين أو يناقشوا موضوع عمل أو إشي بيتعلق بترقي أو ترفيع يعني على شيء تكرم عليه الأجواء جيدة للتواصل لإثبات جدارتك وقدرتك ولكن من ساعة الظهر وما بعد حاول أنك تضبط أعصابك وما تنفعل ما تعصب ما تخالف القوانين ما تدخل بمواجهات مع المسؤولين أو مع بعض المعارف عن المستوى الاجتماعي أما في ساعات المساء المتأخرة بتنشطه بين الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة تصير تشوف الأمور أو ترى الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة أكثر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابله بده يستعد بشكل جيد رغم أنه الأجواء جيدة على مستوى السفر لبعيد وأوراقه معاملات وامتحانات جامعية لغاية ساعات الظهر ولكن من ساعات الظهر وما بعد هنا اللي عنده سفر بده يتفقد أمتعته اللي عنده امتحان ما بده يعتمد على الحضوض وبرضو انتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة أثناء السفر أو أثناء تنقلاتكم أما من ساعات المساء فهنا بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظم وقتك بشكل جيد وحاول أنك تكون واضح في أولوياتك وما تسمح لأي شخص أنه يثير انفعالك أو غضبك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا تقدروا تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وتهتموا بمسائل إلها علاقة بالبنك أو الضريبة أو التأمين أو حل بعض المسائل المالية الأجواء جيدة حتى على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت أو العائلة لغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد ممكن يظهر حدث عائلي شوي يلفت انتباهك أو يطلب منك الاهتمام أكثر أو تظهر بعض المصاريف اللي بتتعلق بأمور صحية أو دفعات مفاجئة أما من ساعات المساء المتأخرة فهنا بيصلكم خبر سار من بعيد وتعتبر هاي فترة حافلة بالنشاطات وحتى على المستوى العاطفي ممتاز جدا جيد للاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلد برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن القمر زي ما حكينا بالأيام الماضية أنه ما زال موجود مقابلكم تماما فالأوقات جيدة للمصالحة والتقارب أو الاتفاق ما بينك وبين شركائكم لغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد بدك تضبط عصابك ما فيه داعي للانفعال والعصبية وحتى لو حد استفزك حاول أنك تتماسك أما من ساعات المساء فهنا بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليون والصبر برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكم تنتبهوا لصحتكم حاول أنك تتمم أعمالك بالكامل وبرضو حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة أما من ساعات الظهر فهنا بيصير في عندك نوع من أنواع العصبية فممكن تدخل بمواجهة أو حدية أو تغضب من تصرف أحد زملائك بالعمل أو تهتم بصحة أحد الأحبة أو مراجعات طبية أما في ساعات المساء فهنا بيصير الوقت مناسب لتعزيز شراكاتكم أو التواصل ما بينك وبين شركاتكم سواء بالمال أو بالعاطفة ولكنها فترة ضاغطة لأن القمر بيصير مقابلك تماما فعشان هيك حاول قدر الإمكان إنك تجنب ردات الفعل العنيفة بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا لغاية ساعات الظهر برضو الأجواء الجيدة لتعزيز العلاقة مع الأحبة ولا التقارب الجيد ما بينك وبين أبنائكم أما من ساعات الظهر وما بعد بدك تدير بالك من سوء تفاهم أو فرض السلطة على الأحبة أو خلاف أو نقاش حاد ما بينك وبين أحد الأحبة حاول قدر الإمكان إنك تسيطر عن فعلاتك أما من ساعة المساء فهنا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم كونوا شوي مركزين على أمور العمل لأنه رح يصير إش جديد يعني على مستوى عملكم يلفت انتباهكم ممكن اجتماع أو نقاش أو إنجاز بعض الأعمال اللي تراكمت عليكم بالأيام الماضية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو مناسبة أو خبر أو يعني أشياء هيك تكون بدها ترتيب أو توجودك لها علاقة بالبيت أو الأمور العائلية ولكن من ساعات الظهر ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو عطل منزلي أو شيء يلفت انتباهك بشكل كبير ويتطلب منك أنك ما تتهرب من المسؤوليات ولكن ابعد عن المصاريف اللي لها علاقة بالبيت في هاي الفترة اللي هي من بعد الظهر أما في ساعات المساء اللي بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح وحاولوا معالجة الأمور بروية مبتعدين عن كل التعقيدات الأجواء العاطفية والحضوضة بتدعمكم بشكل كبير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء